ارتفعت نسبة تفاؤل الشباب الأردني بالمستقبل من 28% إلى 36% وفق استطلاعاً لرأي الشباب العربي إلا أنها ما زالت متدنية وبعيدة عن طموح الشارع الأردني التفاؤل يعتمد على التفكير إيجابي يكون متفاعل أكثر من تفكير سلبي وبالنسبة دراسة والمعاوقات تعتمد حسب التخصص أن الوضع راح يتحسن، الوضع ما راح يضل زي أولاً نحن صح نمر بجائحة كورونا لكن الوضع اللي قدام راح يتحسن راح تفتح اقطاعات، راح يصير في فرص عمل للشباب وتعود أسباب عدم التفاؤل بين الشباب في الأردن إلى ارتباطها بانخفاض العجلة الاقتصادية لتصل إلى 35% وبارتفاع نسبة البطالة إلى 50% من الشباب الأردني وفق التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي الشباب لما ما يندمجوا ولا ينخرطوا في سوق العمل يفقد الثقة في نفسه ويفقد الثقة في قدراته ويبقى معال ولما بكون عندنا معدلات الفقر في الأردن مرتفعة فمعنى ذلك هذا سوف يؤدي إلى عدم التفاؤل في عندك في ديوان الخدم المدني 423 ألف طلب ومع الخرجين الجدد 60 ألف طبعين إلى 2021 الرقم يعني يكون يتراوح أو قريب من النصف مليون فالآن عندك مخزون من البطالة مخزون هائل من الشباب المتعلمين بينما يعتقد الشباب الأردني أن ارتفاع نسبة التشاؤم يعالج بالتفكير بالهجرة حيث أن 45% يفكرون بذلك من جهة أخرى تعود أسباب عدم التفاؤل إلى زيادة أعداد الخريجين يعني لازم الشركات ولازم أي 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 مكان لازم هو يدرب الطالب أو يدرب الشخص مش بدك خبرة سنة سنتين بعدين أنه ما بزقوط صراحة إحنا لما نيجي مثلا ندرس تخصص ما بيدرسوني على أساس أنك تطلع تكون مؤهل للشغل بيكون كله زي أسلوب تلقين وهيك ما في الشي أنه يعني أنت بس تطلع من الجامعة إذا ما أخدت دورات وإذا ما أخدت أشياء بر الجامعة أنت ما بتكون مؤهل أنك تشتغل وتعود نسبة البطالة المرتفعة وعدم التفاؤل إلى قرارات خاطئة من الحكومات السابقة في ظل عدم إيجاد حلول لمشاريع من شأنها تخفض نسبة البطالة وتشجيع الشباب على العمل